أنا شخصياً مش مؤمن بفكرة الموضة دي خالص ولا عمري مشيت على الموضة لحتى بيسموها صيحة همشوا ورا صيحة؟ أي حد يصيح كده همش أنا ورا؟ أنا بمشيش على الموضة والسبب بسيط جداً ومنطقي إنها وحشة الموضة وحشة أيوة الناس بس بتاخد شوية وقت لحد ما تكتشف إنها وحشة ومال الموضة بتتغير ليه؟ لو حلوة كانت تكملت كل شوية يقول لك الموضة دي قدمت لا قصت الموضة السنة اللي فاتت كانت مش عارف إيه؟ أه بلقشت لكيك بقى لو حلوة كانت تكملت يعني الموضة وحشة فيه طبعاً شوية حاجات كده الليلة قدرت تثبت نفسها وتثبت أقدامها بقوة ودول طبعاً استثناء اللي هم إيه؟ الشنب المنيكير الأحمر وكلونيا خمسات دول طبعاً خالدين تحبيهم تكرهيهم موجودين على الساحة للنهاية وموجودين بعنف أظن فيه موضات كملت وهي مش مصدقة نفسها وقرر كراجل إنه يلبس فيونكا في رقابته هل كان يتخيل إن الرجالة هتلبسها لحد النهاردة؟ ويسموها بابيون وكده وبفلوس كتير وبتعلها الأشق هي نفسها مش مصدقة البابيونة أو مثلاً الأبلتات أول واحد قرر ينجد كتافه ويغير خلقة ربنا ويبطن تلبيسه لسبب ما هو بس اللي عارفه بينه بالنفسه هل ده كمتوقع إن كل الناس هتمشي على خطاء للنهاية؟ أرضو أنا مظنش غير كده الموضة بتاخد وقتها وتتكر على الله لا وبييجي عكسها كمان عكسها بالزبط يعني مثلاً كان فيه أزمنة كانت الست المربربة المفتخرة هي رمز الجمال والبروسة وكل ما ترمي كيلو جرامات معاك كل ما تحلوه مهرها يغلق يعني مثلاً قال لك إيه ما تبطل تمشي بحنية لا يقوم زلزال ده كده ماشي بحنية ده غير لو مدت بقى أنا مش هتكلم عن الجاري قال إن فيه مرضى قلبه وأطفال سمعنا وبتاع لأنها لو جريت هيبقى تسنامي بقى أزمنة تانية قال بيت العكس خالص الست الهزيلة ذات الهيكل العظمي البارز هي الشيء دعودك مرسوم على السنجة شوفت الصغيارة تيلي هي الرفيعة دي؟ السنجة دي؟ شوف يصفيفها دي؟ أو مثلاً فيه أغنية يقولوا فيها كنت فين وأنا فين جيت لمنين؟ ما شفهاش جات وعدت من قدامه مشت ما شفهاش رفيعة خالص يعني لحد هنا الكلام ده يخش الدماغ إنما لما توصل إن اللون البشرة يبقى فيه مضاط لا كده يبقى دخلها في منطقة مش تماماً زمان كان بيض البشرة مثلاً شرط أساسي من شروط الجمال قالوا زمان في الأغاني البيت بيضة 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 البيت بيضة ونعمل ايه؟ شوفي الكلام؟ كلام كتير جداً تخرجش منه غير بمعلومة واحدة اللون مسيطر جداً بيضة وخلاص ويعني من كتر ما هي بيضة رتبك مش عارف ايه يعمل ايه؟ مع بداية تحرر المرأة وخروجها للنور بدأ الصمار يظهر يعرف طبعاً إن النور بتاع الشمس مع البشرة ممكن يعمل صمار خفيف وكده الصمار بدأ يفرد نفسه على الساحة كلون صريف عملي بيستحمل بيليق على كل حاجة في الأول الصمار دخل على استحياء كده حتى الأغاني كانت تقولك ايه؟ أصمر أصمر طيب ماله بص محرجين كده بيبرروا كده وبقيت الأغنية والله صماره ده سر جماله تكافة توزن بدأ الصمار ياخد وضعه ظهرت الأغاني اللي بتتساءل بقى قالوا الصمار أحلى ولا البياض أحلى؟ مرحلة انتقالية أحلى يا أم البياض كده رايحنا على الصمار في تدريج طلعين؟ أم لغاية ما وصلنا للإفترة بقى أصمر يا أصمراني مين أساك علي؟ الأصمر هو اللي راكب دلوقتي ومسيطر شاف نفسه خلاص فجر بيأس على الناس فاكر لما كانت بيضة ونية ولذيذة دلوقتي شفت نفسك شوية شوية بدأ الموضوع يتطور قالنا البرونزي كسر الدنيا ده اللي هو بوني متاليك كده ومن هنا بقى دخلنا في جنون التان تان طبيعي، تان صناعي كريمات، ميكياجات، الحكاية واسعت خالص كل درجات اللون البرونزي من البيج الهادي مرورا بالفران الفاتح للجري الغامل واللي نزل الشتة ده بالمناسبة لو تحبت يعني التلحق نفسك اللي هو الجريج اللي هي الدرجة اللي ما بين البيج والجري هاي جنانو، الحواجب حتى في الدنيا يقول لنا الحواجب بيتعمل فيها كده الحواجب دي مش بتعتبر من ضمن ملامح الوش برضو بعدين ما بنتشطرش على رموش كده ليه حدي يقول لي، مش معقول خلاص ما بقاش عندنا شخصية لدرجة ان شوية ناس يقرروا ان الموضة السنية ده هي الحواجب الدوجلس اللي هو الخط الرفيع قوي ده نقوم شايلين حواجبنا كلنا فورا ونسيب خط رفيع كده عاديم المعنى خالص السنة اللي بعديها هيقرروا ان هما تسرعوا وغلطوا ولازم يعوضوا الحواجب عن الأذى ده فيعملوا ايه بقى؟ تطلع موضة ان هما يرسموا الحواجب التخينة قوي وتتحول كل الستات لمحمود مرسي في فيلم فجر الإسلام السنة اللي بعديها الحواجب الطويلة لحد الودن اللي بعدها الحواجب النص القصير جدا ده اللي بعدها بقى يطلع التاتتو التاتتو الحواجب علشان يقفل على المنطقة دي خالص لون مصمت لميع خالي من اي شعر معقولة في كده عمليات التجميل جننت الستات حضرتك نفخه وشده وربطه وشفط كل ده ليه؟ عشان نحارب الطبيعة طب وإن نتيجة هتحارب الطبيعة والطبيعة هتقف سكتة عندك خمسين سنة وقررتي تتحدى الطبيعة وتتحول إلى عشرين تمام دعنا نشوف مع بعض النتيجة تبقى ايه؟ ايه الاحسن بالزمة؟ انك تبقي ستة عندك خمسين سنة وشكلك ستة عندها خمسين سنة؟ ولا انك تبقي ستة عندك خمسين سنة وشكلك سلحف عندها عشرين سنة بالعقل كده غيرت سنك بس غيرت فصلتك كمان مفيش بني قدم شكله كده محدش يتحدى الطبيعة يا أخوانا إنما الموضة بقى لما توصل للأكل والحلويات وللتدخين مثلا ده يبقى اسمه ايه؟ السجار اللف موضة اللي الطبي موضة المعسر الفواكه واللبان والإي سيجارت هي موضة ولا اكتر يا أصدي هي موتة ولا اكتر يعني لما دخل صدري أطرامب النعناع كده بقيت في أمان مثلا النكوتين بالتفاح ألطف يعني مليان فيتامينات مغزي والأكل الأكل يا جماعة الأكل الكائن اللطيف اللي بيفرحنا ده كمان فيه موضة ده معروف ان الأكل التقليدي هو اللي بيميز الشعوب نقوم نيجي نفتي بقى احنا كمان في الحتة دي داقت بينا خلاص أنا فاكر زمان لما سمعنا عن الكنافة بالكريمة الدنيا تقلبت كنا فهاء بالكريمة معقول لا كنافة بالمكسرات معروفة أنا فاكر بابا ساب البيت يوميها إحنا هنكفر ولا إيه؟ اعتبرنا خروج سافر عن العادات والتقاليد تجاوز وخنفسها وقلة أدب مش دلوقتي بقى فيه كنافة بالمنجا طلعت موضة وكسرت الدنيا مفيش راجل قدر يفتح بقه ولا يقول كلمة كتمنا كلنا فوق اللجنة وسكتنا لحد ما وصلت وصلت الكنافة للجنبري بقى فيه كنافة بالجنبري في بعض المطاعم مش عارب ويوم الإيام قرب ولا إيه؟ ولا الريد فيلفت الريد فيلفت الريد فيلفت الريد فيلفت دي بقى كيكا حمرة ملزقة وعيش السراية يمسحها من على الأرض برضو سكتنا سكتنا لحد لحد ما لقينا كحك العيد كحك العيد يا مؤمنين بالريد فيلفت لا لا لحد هنا ونوقف لا للعبس بتاريخنا محدش يمس مقدساتنا محدش يكتهد في الكحك ارفع صاجك فوق انت مصري والهتفات موضة بالمناسبة موسيقى موسيقى